قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي آية أخرى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا تكون فتنة لا يكون اضطهاد الفتنة فتن الذهب يعني وضعه على النار ليعرف هل هو ذهب أصلي ولا فيه حديد فيه نحاس فيه شيء من هذا فالفتنة لاختبار بالابتلاء بالتعذيب بالإيذاء فهذا هو الجهاد في الإسلام ليس مجرد الحرب ومجرد استعمال القوة ضد الآخرين ولو لم يكن لك هدف ولو لم يكن عندك أخلاق ولكن الإسلام لا يقبل أي قتال فيه أي شائبة سوء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم من أجل الغنيمة في الحرب والرجل يقاتل ليرى مكانه ناس شجاع أو يقاتل حمية عصرية لقومه أو لكذا فأيهم في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والإسلام جعل من ضمن الأهداف إنقاذ المستطعفين الذين يعذبون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدونك وليا واجعل لنا من لدونك نص فهذه هي أهدافك ليست أهداف اقتصادية عشان يعني يرثوا أموال الأمم أو يأخذوها أو يستعمروا لا لسه لا لم يكن الإسلام استعماريا وفي الفتح الإسلامي فتح عدل ومرحمة وليس فتح نهب لثروات الناس ترجمة نانسي قنقر